موسيقى مرسى الخير عادة بيرجعوا له السياسيين ليحددوا مصيرهم ولا يحسنوا أرقامهم بالانتخابات اليوم هو وأرقامه داخل الريدسون أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك الفقرة الأولى عندك عندك حق باس لمرة واحدة وإن شاء الله ما بتستعمله السؤال الأول أنت اليوم رقم نمبر وان بالإحصاءات في لبنين مش عم بعملك دعاية ولكن هيدا واقع بس هل فعلا أنت رقم واحد أو شاطر بالتسويق لا هو ما خص شاطر بالتسويق رقم واحد بيجي من كل شي شاطر بالتسويق وشاطر بالأرقام واحدة واحدة ما بتكفي واحد ما بيعرف يقنع ما بيعرف لو البرودويد طبعه بياخد العقل ما بيمشي حاله واحد البرودويد طبعه سيء لو بيعرف يقنع ما البرودويد سيء المهم يكون متكامل الكمل عند الله بس بدي يكون واحد يعني بكل الجهد بسكره ليكون رقم أول ولكن تعترف أنك تستعمل التسويق وشاطر فيه واحدة جزء من شغلنا ايه شو أنا بستعمل التسويق بالسانة يعني بس بستعمل بكل وسائل الإعلام بكل الأوقات من خلال عدة أشخاص يعني مش أنا الوحي أنا 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 ما بستعمله بس بستعمله من خلال وسائط أخرى لما تكون عامل إحساءات وتطلع نتيجة الانتخابات هل بتكون على أعصابك ناطر النتيجة عتلين هام أنه نتيجك ما تصيب أبدا 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 ما بيعني إلا في الموضوع أنا عندي سقا كاملة بحالي وبقدرتي وبالفريق يلي معي وماشي أنا في فريق فيه فيه سيستام متكامل السيستام المتكامل هو اللي بخليني أطمن بعرف كيف عامل كيف مركب يعني وقتها تخلص الإحساءات وبتسلمها للسياسيين خلص ما بقى بتوجع رأسك الإحساءات هي علم هي بيدرس واحد مات بيرجع بتخصص استاتيستيك فيه يدرس استاتيستيك دغري بس هو علم وعلم بس مش بس أحصى علم لوجستيه علم جغرافيا علم جغرافيا علم جهاز علم سكان لا سعب كتير يعني حتى بآخر انتخابات صبنا تقريبا 99% نعم هاي رح نجأ هرح أجأ أسألك عنه ارتبط اسمك لدى اللبنانيين بالرقم الانتخاب بصارح اللبنانيين بنسبة إصابتك الصحيحة وتحديدا بالانتخابات الأخيرة كانت كاملة بس أنا قبل بشهرين معت تحكيت ولا كلمة يعني عملت صمت امتخابة كامل تأيات بالانوت نعم بينما كل يلي بيدعونوا بيشتغلوا هالمهنة أو يلي بيشتغلوا بهالمهنة ضلوا يحكوا وانا سكت عملت صمت كامل أنا ومحمد شامس الدين نحنا صمتنا والبقاء حكي وتغير شي بهاي الفترة تغير كتير ركبة اللوايح الثورة تقصمت وتشقفت ميت شقفة تغيرت النتائج نحنا بينات معنا بلشت من خمسة وعشرين أفريل خمسة وعشرين نيسان تتبين النتائج النهائية طب وليش التزامت مية بالمية وغيرك من التزامت؟ لأ ما فيه قانون أنا بلتزم بالانون أنا زال ما بيشتغل ضمن إطار كانوا أنا بعلم درواء كنت معلم درواء تسع سنين طب من الانتخابات 2005 يعني بعرف شو يعني احترام الانون نعم من الانتخابات 2005 لليوم وين تعتبر أكتر مرة أخطأت أو ما صبت؟ ولا مرة كلهم كنت عم صيب بشكل كامل ولا مرة ما صبت بالتسع بالالفان وخمسة صبت مية وسبعة وشرين من مية وثمانة وعشرين مقعد ولكن في مرات كان عم بيصير فيه خطأ يعني مثلا بتكون اي خبريني وين ولا مرة؟ ولا مرة دايما بتكون الأرقام دقيقة ولا مرة هلأي مين اللي بيعرف مصبوط قد دقيقة الأرقام اللي عنده التقرير التقرير هو 200 صفحة عن كل نص دايرة أو عن كل صب دايرة هل صحيح أنك بتعطي أرقام مختلفة؟ يعني عن زيت الدايرة لك خلي فرجوني يفرجوني تقرير عم بسألك لأ لك مقيد لا يعني دايما بتعتمد رقم واحد ما فيه رقم واحد فيه دراسة دراسة بعد جمعة تانية يمكن تتغير أعمل دراسة تانية بناءا لظروف معينة مش بناء لظروف بناءا للحملات للتطور حملات لتطور المشاركين المرشحين التحالفات ممكن يتغير بس بنفس الظرف أكيد لا عندما لا تصيب الرقم الدقيق وبعيدا عن الظروف والعوامل السياسية من يتحمل المسؤولية؟ فديء الأحصاء وشركتك أو الهواء السياسي اللي حضرتك بتكون ماشي فيه؟ ما فيه هوا سياسي أنا ماشي فيه أنا إنسان علمي من يتحمل المسؤولية؟ ما صار ولا مرة في عندنا خطأ جسيم بالداتا غير دقيق ما فيه حتى بتراتيبيات بيجوا مزبوطين ورا بعضهم ما فيه نحن شركة زبوناتنا مش مش النواب متل ما العالم بيفكروا والمرشحين نحن شركة زبوناتنا البنك الدولي ومنظمة العمل الدولي واليونيساف والأسكوة علميا مش معقول تتغير الظروف؟ تتغير الظروف؟ بدي يكون فيه معايلة تغير أسباب تتغير الظروف إذا كان متحالف الكتائب مع القوات تتغير الظروف أو الطير الوطني الحر كان متحالف مع مرشح سيمو أبي رميا وبطل مرشح وغير مرشح هل بتقدر تعمل كنترول عليه؟ الهواء الشعبي أنا بعرف كيف بأسره بالهواء الشعبي كيف تصنعين يعني بتعرف لأي نسبة معقول تغير هذه الظروف؟ كيف بتصنع رائعان متغير كيف بخلق موجه بس لا ما فيني أتحكم فيه يعني بقد تخطئ أمره لأنه ما قدر تغير ما فيني أنا لا أخطئ أنا بعمل دراسة لا أخطئ بس أنا شغلتي وقد عم دير حملة أني روح أمشي بارلال مع جولة يعني التحليل الدراسة مثلا إذا أنت عندك هذا العقل تحليل الدراسة علمة بالكامل لا يتغير بحسب الكاتب كاتب وكاتب إذن إذا تغير وبيطلع نفس التقرير هو يعني بيحلل الأرقام نعم أو يستعرض الأرقام بطريقة مبسطة بتعطي التقرير الرقمي لحدا بيطلع فيما بيفهم منه شيء نحن شغلتنا نبسطه بطريقة المواطن العادية والمرشح يقدر يفهمه البعض يقول أنك عاوني والبعض يقول أنك مع القوات والبعض الآخر يقول أنك تعطي الأرقام بحسب مصلحتك الشخصية ومصلحة من وقع العقود معك أي أقرب للحقيقة؟ أقرب للحقيقة أنه آخر شيء إذا بعطي على زوءي أو مع وغي اللي وقع العقد معي أنا بخسر له الزبون لتاني مرة أنا عندي يعني كلهم بيرجعوا طب ليش البعض بيتهمك أنك عاوني والبعض بيتهمك أنك قواتك؟ لأنه أنا على الحياة لو ما هاك كانوا اتهام من لجهة واحدة ولكن هل يعقل أنه ربيع الهبر اللي هو بالعمل السياسي وبعمل كمان بيشتغل لأمج لشخصيات معينة وغيرها يكون ما عنده تواجه سياسي؟ بلو أحتفظ فيه لنفسي طب لما بيتهموني كمان أني كتائب نعم تعرفيه؟ نعم كتير أنا بيهتفظ برأي السياسي لنفسي وبطلع بحكيه كتير أحيان يعني واضح برأي السياسي ولكن هاك العصبية السياسية متخلى عنها من زمان بيظهر توجهك السياسي أو رأيك السياسي بموقعك؟ أبدا أنت لحظت شيء هاك؟ شمرة؟ الويب سايت أنت بتلاقي أنه بتظهره شيء أو لا؟ أبدا حيادة 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 أبق ببتدخل فيه أنا لأبدا رفضت الترشح للانتخابات النيابية حسبت أنه حتى لو ربحت بالانتخابات النيابية ممكن تخسر على غير صعيد؟ أكيد حسبت أنه بخسر كل زبولاتي بصير طرف منشان هيك مقبلت يعني فضلت عملك عن النيابة؟ وعن الوزارة كمان عرض عليك؟ أين؟ من عرض عليك؟ بلأ بالألف عين وعشر من عرض عليك؟ ألي عرض عليك؟ بس أنه مرتين أنا رافض مرة نيابة ومر وزارة بس أطع الوقت ليه؟ ما بدك تقول مين؟ لا ما بدك تقول مين؟ توافقي ولا من طرف معين؟ لا توافقي بس أنه أنا ما بحب العمل السياسي يعني بالحقيبة أو بالرول كله هذا برفضه أنا أنا عندي غير مهمة ما عندي طموح سياسي لو ترشحت للانتخابات النيابية ولو تربح كنت؟ أكيد بعرف إذا بربح أو بخسار ما بتفوت على معركة إذا كانت خسرانة أكيد بعرف إذا معركة خسرانة دائما بنعرض علي مناصر برفضها كنت وهلأ مؤخرا يعني فيها حقي كانوا بلديهم ما عندي طموح ما بدي بالنيابة كنت بتربح بالأرقام اللي عندك؟ أكيد كنت بربح بديرتة أنا بعلاق أكيد كنت بربح إلى جانب مان؟ يلي رشعني بس أنا بعرف أنه أنا ما عندي هالطموح ولا بديه ولا بدي إيه أنا نهاري اللي بصير طرف إذا بكرة بكرة صرت وزير مين بعد بيشتغل معي؟ بيشتغلوا معين منظمات دولية بس الزبائن المحليين أضع ليهم فيهم رح ننتقل إلا الفقرة الثانية بالصميم بس كيف عرفت أنه أنه عرض علي موقع نيب؟ هاي دي شغلتنا بالراتوم آه أوكي طيب يا صميم الفقرة الثانية بالصميم برجع بذكرك أنه في عندك حق باس لمعدة واحدة بعدنا باللوش؟ كتير بعدنا بالسوبر لوش الدولار مئة ألف عم نشوف أنه في ناس عم تهرب من طرابلس عبر البحر وبعدنا باللوش شو معقولي شيء يسير في أسوأ؟ برح أنا كنت ماشي على الهايوي على الأوتوستراد كنت عم طلع بالأوتوستراد بعضهم منيح بدي أعرف بعد ثلاث سنين وقت يبلش يتكسر ويبطل عليه في زفت مين بده يجي يزفتو؟ نواب؟ نواب الأمة؟ ليه معهم ما صار يزفتو أوتوسترادات نواب الأمة؟ كانوا يزفتو قبل الانتخابات؟ كانوا يزفتو من وزارة الأشغال مش من جايبتون أو إذا بيقدروا يزفتو طريق صغيرة بس ما بيقدروا مين بيقدر يزفت هايوي؟ هيدا عمل دولة دول طب بعد شو معقولي يكون في أسوأ؟ بعد ممكن ينهار سعر الليرة أكتر معقولي أنا من سنتين إلى 2023 ستكون سنة فراغات عندك فراغات أكبر ما في حكم مصرف لنين ما في قائد جيش كلها مراكز بالوكالة مع باية شو سائف اللوج يعني شو كيف توسط اللوج؟ هلا هلا مكملين باللوج في عندك انترنت عندك سيارات تمشي على الطريق عندك استيراد عندك مصارف مراسلة عندك مصارف لتزال عاملة قدي بعض بيحمل الوضع نطلع من هاي الحالي؟ بعدنا سنة يمكن سنة سنة ونص ستة شهر حسب تطور الظروف لمصلحة من الانهيار الكلي؟ في كتير أطراف تستفيد في حدا عم يشتغل عليه؟ أنا بحس إذا بتروحي بتشوف في مسار الأمور بتشوف إنه في حدا نشتغل حتى نوصل لهون وبعضهم مكملين؟ ليش الإدارة العامة ما بتفتهم؟ من هو المستفيد من إقفال الإدارة العامة؟ مين؟ ما بو يلا مستفيد من نهيار البلد طب نحن إذا رحنا لخيار رئيس جمهورية جديد ورحنا لخيار حاكم مصر في لبنان جديد رح نضل بهذه الحالة في لبنان؟ ما رح يتغير كتير بس على الأقل تستقيم المؤسسات الإدارية والدستورية بس أنا مش شايف لا في رئيس جمهورية جديد ولا في حاكم مصر في لبنان جديد طب شو المطلوب للبنان ما يروح لهذه الحالة؟ نرجع لبنان مؤسسات نرجع إلى نحتكم إلى تنفيذ تطبيق القانون بحرفيته في شي مطلوب من لبنان اليوم تتنفك عنه هذه العقوبات؟ أو الحصار بمعنى آخر؟ مطلوب هو في كل عزلة عن حاله ويتفقوا المسؤولين مع بعضهم أهم شيء المسؤولين يقدروا يتفقوا ويلاقوا قواصة مشتركة يفوتوا بحواري من يحدد مصير لبنان اليوم إقليميا؟ ما حدا مهتم يحدد له مصيره إلا إذا بلش يشكل خطر على محيطه هل عرادت عليك جهة ما إعادة تسويق واقع مصرفة معين بشكل إيجابي ورفضت؟ ما حدا عراد عليك شيء وفي حالة عراد عليك؟ برفض هل تأجيل الانتخابات البلدية كان بسبب خوف بعض الأحزاب السياسية من فضح تراجع شعبية؟ لا كان بسبب أنه ما حدا نقل له جلادة أصغر زعيم محلي بدأت خانق مع نص العالم كرمية الانتخابات كيف النواب والوزراء وما بعرف شو المرجعيات المناطقية اللي اسموا النواب تأكد أنه حيالة مش أنه ما فيه مصاري؟ لا لا ما فيه مصاري كاليوم عم يصرفوا على منصة صارفة 13 و14 و15 مليون دولار نهار هي مغلوب الانتخابات البلدية ماشي الحال في حال صارت الانتخابات البلدية مين الأكثر تراجعاً رح يكون؟ مين فرأني مو من الأكثر تراجعاً؟ مين فرأني مو؟ شو بيغير؟ اليوم فيه انتخابات بيطلع الطيارة نحن ربحنا هون بيطلع القوات نحن ربحنا هون بيطلع الكتائب نحن ربحنا هون بيطلع حزب الله نحن ربحنا أو حركة أمل نحن ربحنا من مكان او التقدم من الاشتراك وتاني نهار شو انا اذا عامل دراسة عن الانتخابات البلدية تبع الالفان وست عشر اذا بتقري التقرير بتخشي من انتحك اعنات كتائب فوزة ما بارف وين واعنات حزب القوات اللبنانية فوزوا بنفس المطرح والتيال الوطن الحر كمان وبجنوب نفس الشي وبالجبل نفس الشي تزليطها وتاني نهار ما حدنفر اني معه تاني نهار كله بيتنصل من كله لاش الاحزاب تدفع عن انتخابات البلدية مين بيدفع المرشحين الرؤسة اللوائح اللي عندن شو اشو لأي هدف على رئيس البلدية نعم والاحزاب تستغلن تعتبر خدماته وقاله ما هناك ولكن لتأثير مباشر بالسياسة يعني ما كان في حدا من الاحزاب اليوم خايف من نتيجة انتخابات البلدية بلى اكيد حزب القوات كان ره يحصد تتفوق بها الانتخابات البلدية مش معنات الباقين رح يخسروا على الاخير بس اخر شي هذا الفوز ما تصر فيه بالسياسة وانت تصر فيه بالسياسة بس شو اللي بياخدون على التفوق للقوات بالوقت للانتخابات هي عائلية ومناطقية بياخدون على التفوق عملوا موجة بالانتخابات النيابية ما فيك تنكره بتكمل شوية بعضها موجودة نعم عملوا فرجوا قدرة مكنة انتخابية كمان الرئيس بري دعا لجلسة باربتحجح سيران كم عدد الاصوات التي يحصدها سليمان فرنجية وكم عدد الاصوات التي سيحصدها جهاد ازعور جهاد ازعور اكيد رح يفوق وعدد اصوات وستين صوت ستين ستين اكيد يعني عندك لا هلأ مع الحزب التقدم الاشتراكي ازا ما عطا الحزب التقدم الاشتراكي عم بيقول لها لأ ورقة بايدة ما ما بدو يصوت لأه حزب ورقة بايدة الحزب التقدم الاشتراكي من 58 و 60 رح ياخد يعني بيطلع عن 48 بيطلع عن 48 ناكيدا وستيمان فرنجي 45 و 50 اليوم بالمجلس النيابي بحاجة لبيضة أبين على صعيد النصاب وعلى صعيد كفة المرشحين مين بتعتقد اليوم هو عص صعيدين بيضة الأبين بالمجلس طيار الوطني الحر والحزب التقدم الاشتراكي نعم كيف فيك تفصلنا لو سمحت انه هني عندهم اليوم كتلة مقالفة من 27 مايه بالتنين ازا واحد ازا اتنينهم ما حضروا ما في جلسة بالأساس يعني ما بيكون في نصاب الا ازا توفر نصاب يعني بتوفر نصاب بلاهم ولكن هني اللي بيعطوا الحسم ازا راحوا على هاي الجهة حسيمت هاي الجهة وازا راحوا على تاني جهة حسيمتها لا بيخروج الحزب تقدم الاشتراكي لا احد سيأخذ 65 صوت ولكن ما بيكفي يعني حزب منهم واحد يروح على ميلة واحدة تاعة نتيجة اذا نجح الوزير باسيل بانه يكون اليوم بالرئاسة بايدة أبين نجح ورئيس حزب تقدم الاشتراكي من الاول الوزير جبران باسيل اكيد نجح ولم يتراجع دور الاشتراكي كما قيل دور الاشتراكي لا دور الاشتراكي قادر على التحاور مع الجميع وكلهم بالدنيا نعم ولكن اليوم عم بيكون اقرب لميلة واحدة لا هو اقرب الى خيار شهاد أزعور اكيد ولكن لا يريد ان يقطع شعرة معاوية اكتر من شعرة ما بدي يزاعر حزب الله ما بدي يقص الحبلة مع حركة أبا مش ما بدي يزاعر حزب الله حركة أبا نعم نبيه بري رئيسنا بيه بري شريك لواليد جونغلاط من سنة ال82 حتى اليوم نعم بريك ومنرجع لكم بعد البريك ارجعنا لك حال المجلس النيابي اليوم وشكل المجلس النيابي اللي كان عم ينحكي عنه من أول يوم انه هو مجلس تعطيل وليس مجلس حل نعم واليوم نحن عم نشوف هيدا الشيء في حال استمر هذا الوضع لوقت أكثر هل معقول نشوف مثل باقي الدول اللي أمراري بيصير فيها إعادة انتخابات يعني معقول نروح لإعادة انتخابات أكيد ما حضر من الأفريقاء السياسيين حابب يروح إعادة انتخابات أو قادر أن يذهب إلى إعادة انتخابات نحن الوضع باقي هيك لفترة طويلة حتى إما حدث أمنة أو حدث اتفاق إقليمي بس ما في سبب لا يصير في اتفاق إقليمي على لبنان نحن رح نبقى بهذه الوضعية لوقت طويل يعني مش أشهر رح نحكي بسنين يعني بده يصير شيء مشابه مثلاً لسبع أيار أو لسبعتاش تشوين سيصير في تغيير أكيد أنا حكيت عن هذا الموضوع قبل الانتخابات إلت سينتج عن هذا المجلس عدم قدرة على انتخاب رئيس وعدم قدرة على تشكيل حكومة وأول شي لن تتشكل حكومة تاني بعهد الرئيس ميشيلون في حال صار في خلط بالتحالفات نعم هيدا حيكون حل أو صعب تصير اليوم ما رح يصير في خلط بالتحالفات صعر الخلط طيار الوطن الحر ما بمنى أكيد إذا بعضه حليف لحزب الله نعم الواضح أنه بطل حليف لحزب الله وهيدا أكبر مؤشر على عدم استقرار سياسي بالبلد ونحن نذهب إلى فراغ طويل الأمد وقد ينتج عنه إما زوال لبنان أو إعادة درس سيغة أخرى بدي أحكي أنا شو يعني زوال لبنان نعم لبنان ما زال سنة 1860 بعد سيغة 1845 لبنان ما زال سنة 1920 شو ما أقول يكون خيال آخر بعد سيغة 1860 كنا بنظام متصرفية وبجغرافية أصغر زال لبنان وخلق لبنان أكبر هلأ يمكن يزول لبنان يخلق لبنان أصغر أو أكبر أو يخلق كينات جديدة يعني معقول أن نضم لدولة أخرى لا مش معقول أن نضم بس الأكيد أنه يمكن يخلق كينات بس هاي ما بتجي هيك هاي ديبدا دموع ودم ووال ما بعرف يمكن تجي بعد خمس سنين يمكن تجي بعد عشرة معقول أن نروح للتقسيم مثلا ويمكن ما تجي تلاقي الدول الكبرى أنه إبقاء السيغة الحالية مع ضغط هو أفضل للبنان بس هاي دي أمتين بدأ تجي بعد شعور هذه الدول بخطر يأتي من لبنان أو بعد أزمة داخلية كبرى يصير معقول أن نروح للتقسيم ممكن كتير خيار وارد اليوم كله وارد ولكن التقسيم ما بيجي إذا فيه طرف أوي وطرف ضعيف لأنه الطرف الأوي يهيمن على قرار ضعيف من شاناك أنا أستبعد قرار تقسيمي طب معقول أن نروح لرعاية دولية باستصعب الدول يكون عندها اهتمام بلبنان ولكن موقع لبنان الجغرافي على حدود فلسطين المحتلة ما بيعطي اهتمام للبنان فيه بيعطي اهتمام للدول التي تسيطر على السياسة بلبنان وتسيطر على القوى بلبنان يعني آخر نقطة مواجهة بين الأمريكيين والإيرانيين هي الساحة اللبنانية ولا ممكن كلهم لا الإيرانيين ولا الأمريكيين يتخلوا عن ورقة لبنان ورقة مواجهة أساسية ولازم تضل بعض الحل باليمن بين اليمن والسعودية تحول لبنان لبقرة أزمة مستمرة ولا ممكن تنحلوا هذا الاستفاق سيكون لتاجه سيئة على لبنان سورة لبنان اللاحقة ما قول نصير أفغانستان لا ما قول نصير أفغانستان بس قول نصير أحلى حالاتها مثل هل فنزولا العراق المزيج من فنزولا والعراق والتشيلي نعم إن شاء الله بنبقى باللوج إن شاء الله بنبقى باللوج اليوم من الواضح أن طيال وطن الحر والمعارضة تقاطع على اسم هل هذه الخطوة خطوة يتيمة أو معقول نشوفها بغير محلات هذه خطوة لرفض قرار حزب الله وحركة أمل بترشيح سليمين فرنجية اسمه تقاطع ودائما نستعملوا كلمة تقاطع تقاطعنا على وتم التقاطع على يعني ما أقول يجا يتقاطع يصير في تقاطع ممكن يصير فيه يتقاطع وممكن ما يتقاطع وممكن هذا الاتفاق يكون بزور لهذا التقاطع يكون بزور لاتفاق أكبر يعني إذا زاد تصرف حزب الله بهذه الطريقة والثنائة مش بس حزب الله إذا زاد التعاطي بهذه الطريقة مع الشارع المسيحة هذا رح يقدي لتوحيد الشارع المسيحة نرجع نشوف 14 أذار القديم 14 أذار واحد مش 14 أذار اثنين وقتا كانت تيار واثنين الحر هو مؤسس 14 أذار كله وارد الوارد أكتر هو نشوء يعني مثل مثل اتفاق يعني كونترا دوفات يعني الاتفاق واقعي بين الشركاء المسيحية اللي صار هلأ بلشت بزوره ولكن يتوصع على أمور أخرى وأكبر كيف يتوصع؟ كيف يتوصع؟ يعني هذا الاتفاق دوفات يعني الشركة الواقعية برعاية بكركة؟ مش ضروري برعاية بكركة برعاية المصلحة الموحدة التي تجمل في حال عادة اليوم الانتخابات النيابية كتلة التغيير قديش بيكون عددها؟ مثل اليوم؟ أكيد أقل بكتير قديش تقريبا؟ ما بعرف 5, 6, 7, 3 يعني أقل من النصف أكيد أقل من النصف بناء على بناء على ما بقى فيه مومنتوم بناء على الفشل يلي منيت فيه ولا تقصمهم انقسامهم نعم يعني هنه أصلا من أول لحظة ولا مرة كانوا واحد ولكن جمعتهم يعني ما سمي بالثور أبي وقتا ولكن يعني ما كان فيه كتلة موحدة اللي كل كان بيتمحلها ما كان فيه مجموعة قادرة ما كان فيه خطاب واحد بعدين كان فيه هزالة بالتعاطيب السياسي تحليلياً مش بالأرقام الدقيقة ولكن تحليلياً بتعتقد أنه صار فيه تغير بمزاج الشعب اليوم يعني ندمانين اللي انتخبوهن؟ مش كتير ندمانين ولكن يمكن بفتشوا على مجموعة أخرى وشكل آخر من التغيير يعني بعد بدلوا شخصيات مستقلة غير حزبية ولكن أخرى؟ انتصار لقوى التقليد أنا برأي نعم تحدثت عن فترة اغتيالات سنمر بها هل لا تزال هيد الفترة موجودة اليوم؟ وارد الاغتيالات في لبنان بأي لحظة من اللحظات وكان فيه من فترة أمنة مين أكثر المخوطرين اليوم؟ ما فينا نحكي هيك ولا بسمح لنفسي أقول هيك أنا مني مرجع أمنة ولكن أحكيت عن ست شخصيات ست شخصيات أي قيادة مؤسرة اليوم تعمل خضة بالبلد يعني الله يطول بعمره لبترك راعي إذا نجرح أصبعه لصمح الله بيترك أثر الكتار يعني اليوم في قيادات مهمة لازم يعني تنتبه لأنه أي درر بيصيبه بتأثر على الوضع الأمن والاستقرار الهش بالبلد الهدف هو خضة أمنية يروحوا مننا لشي تاني أول هدف هو أنه مجلس النيابي اليوم مزعش ومش عم يقدروا يطلعوا منه بأي قرار فتغيير التوازنات بالبلد ما بقام شو ما صار ما بيتغيروا التوازنات وبتأدي لمزيد من التوتر والاحتقان ولا إلى عدم قدرة على يمكن استبدال هيدا البرلماء واستمرار بالحياة الدستورية إذا حدا ما بدي ينهي البلد بيلجأ للأختيالات بس ما بتغير المشهدية بمجلس نوعيه في شي خطر على رياض سلاميه الخطر مستمر على رياض سلاميه دايما في خطر على رياض سلاميه دايما حاكم البنك المركزيه بكل العالم هو سلطة فعلية خطر ولكن هلأ وليته راح تخلص هل معقول يكون في بعض إله تأثير وليته راح تخلص وعلى طول هلأه تأثيره حتى بعد ما تخلص بليته سيستمر رياض سلاميه بالتأثير على المشهد اللبناني لأنه يملك من الأسرار الهائلة التي قد تغير المعادلة والصورة المعنوية لكثير من الأشخاص نعم الاختيالات في حال صارت يعني اللي اليوم عمين حكى أنه هي معقولة تصير بتأدي لوصول قائد الجيش إلى سدة الرئاسة باستبعد أنه هيدا تأدي لوصول قائد الجيش وقائد الجيش لا يطمح إلى التغيير بهيدا الشكل أو إلى الوصول نعم ولكن في حال صارت يعني في حال صارت هل هي بتكون بتسائب لأنه البلد بيكون بحاجة لضابط أمنى وغيره نعم بس يصير بالسلطة السياسية ببطل ضابط أمنى بيصير بجول سياسي مثله مثل غيره من السياسي نعم رح ننتقل للفقرة الثالثة عين بعين برجع بذكرك أنه في عندك حق الباس لمرة واحدة السؤال أول نعم كيف تبرر الآن تصريحك بأنه الوزير بيسير مهدد بخسارة مقعده بالبطرون؟ هذا الشيء التو قبل الانتخابات ولكن الوزير بيسير ربح وما كان مخوطر مربح وما كان مخوطر وآخر شيء أنا وقت ركبت اللويح وشفت كيف تشقفت اللويح أكيد أنا صرت عارف أنه الوزير بيسير رح يربح وقلت له انضمن مقعدك بالبطرون لو قوة تغيير تفوت مع ليحة ميشيل معوض شو كان صار؟ بس قوة تغيير شماله نفاتت مع ميشيل معوض بالليحة شو كان صار؟ ولكن حاصل كان مؤمن صوات الكتائب في طرد الكتائب ومجد حرب فاتوا بنفس الليحة مع التغييريين شو كان صار؟ ما كان سقط جبران بسيل على الأكيد هذا حكي قبل بستة شهر نحكي قبل بتسعة شهر أنا حكيته حكيته ديضم على إزاعة صوت لبنان بس الانقسام اللي صار بعيد اللويح أدى فيما أدى إلى في حال تحالفه في حال تحالفه كيف كان رح يصدر وزير بسيل؟ أكيد كانوا أخذوا أكتر يعني ما كان القوات رشحوا شخصين هناك أكيد كانوا ربحوا كانوا أخذوا سكور أعلى بتنم على أطلاق هيك تصاريخ؟ لا أبدا بالعكس بإزهاي ذاك الظرف كان هيك النتيجة وبعدين وقته صار فيه زرف آخر ما كنا قدرين نحكي وهذا خطأ بالقنون يمكن لازم يزغروا فترة الصمت لكن هل كان من المتوقع أنه يتحالفوا كلهم ماش تحاربوا التغييريين والكتائب؟ هل كانت منطقية تحالفهم كلهم؟ لو تحالفوا ماش تحاربوا التغييريين والكتائب كان تغير وضع لو تحالفوا القوات والكتائب وماش تحارب كان كمان تغير الوضع ولكن كان صعب أنه تير بوقتها حسب الظروف السياسية كانوا بيوجب بعضهم نتصور أصوات الكتائب وماش تحاربوا القوات ولكن هل كانت منطقية يفوتوا مع بعضهم؟ هذا غير موضوع بس كانوا أكيد أخذوا المعهدين أكيد جبران بسهل ما كان قدر يطلع في شي صدمك بأرقام نتيج البترون؟ تعرف أنه طلع قلتل لجوال بو يونس هون قلتل في موفيجة أبو الشمال الثالثة نعم وقلتل للماريو عبود تحت الهوى عم بظهر من الحلقة من عنده قلتل له طلع قبل بجمعة يمكن ما كنت قدر أحكي على الهوى قلتل للماريو عبود قلتل له تذكر طلع ميشيل دوايهي وطلع ويليام طوبا السورة اللي بعدها نعم هل توافق أن من يقول أن القويت اللبنانية نجحت بحصد أكبر عدد من النواب بتاريخها لأنه هي كانت بأكثر ظروف ممكنة تكون فيها اليوم بهذه الانتخابات اللي صارت القوات اللبنانية عرفت تعمل مكنة انتخابية وعرفت تعمل خطاب سياسي وعرفت تعمل دعاية سياسية وكان الأعلام معه فقط الأعلام يعني مثلا نحن أذبنا نحكي أنه كان في ثورة 17 تشويين يعني القوات تسلقت عليه وكان في العهد يعني القوات عرفت تتصويب علي نعم وكان في يعني العهد يعني القوات عرفت أنه هي تتصويب علي وكان في أيضا موقف حزب الله وتحديدا حرب اليمن والتصويب على حزب وكان في حالة من الدعم للقوات اللبنانية لأكون بواجه حزب الله أيضا بلبنان اذا انت عم تحكي بعوامل وما الانتخابة عم تحكي بافضل عوامل معولة تكون فيها هل رح ترجع تصحي القوات اللبنانية نفس الظروف لتكون بهذا الوضع بغض النظر عن الظروف انا برأي القوات اللبنانية وصلت بمرحلة شعبية لنت تراجع عنها يعني كانت بافضل ظروف لما وصلت تضمن اليوم انه مثلا بالانتخابات الجاية هي رح تكون بنفس الظروف وافضل وارد كتير بنا نشوف الظروف كيف بدأت تكون ما فينا استبقى الامور ما فينا جاوب على سؤال افتراضي يعني ما بتأيد اللي بيقول انه اليوم هيدا افضل ظروف ما قلتكن فيها القوات اللبنانية لا يمكن تكون بظروف حتى اقوى القوات اللبنانية ولكن القوات اللبنانية قدرت جيب كتلة مش وصلت لها قبل وقدرت تعمل خطاب مش عملتهم من قبل وقدرت تعمل دعاية وما كانت انتخابية مش عملتهم من قبل منشان هيك عملت فوز سيطبق بمراحل القادمة من خلال الخطاب السياسي مش ضروري من خلال من خلال الباكجي اللي عملته بالـ 2022 وكلامك عن ثورة 17-20 اه القوات اللبنانية بلشت حملتها الانتخابية طبعا 2022 بـ 17-20 2019 نعم اذا تقول انه اليوم يعني هيدا الارقام حقيقية وهي تتصاعد هل بتعتبر انه يعني سامي جعجع اليوم عم بيقوم بخطوات جيدة وما في اي تخبيص بالسياسة ما عم بحكي عن تخبيص السياسة عم بحكي بما يضغضغ شعور المسيحيين نعم شعبيان نعم هيدا سؤال اخر شو رأيك اليوم بأداء الدكتور سامي جعجع أداء دكتور سامي جعجع هو أداء رجل سياسي اللبناني يعرف كيف يخاطب جمهور توقعاته صائبة بغض النظر عن توقعاته وما حدا بقدر يتوقع بالسياسة يعني بيكون فيه تحليل سياسي ما بتفوت بهالتفصيل أنا مني هون لدي شو بتنصحه للدكتور سامي جعجع يستمر ببناء شعبيته مثل ما عملي السؤالة لبعض نعم هل تعتقد أن وجود الرئيس سعد الحريري بالانتخابات النيابية المقبلة ومع طيال المستقبل سوف يكتسح المقاعدة السنية التي والثها عنه البعض نتيجة غيابه لو كان الرئيس سعد الحريري هون كل الانتخابات كان يمكن عمل بين 8 و 12 مقاط وجوده مرتجة رح يعطيه نفس الشي لأنه بكل الدراسات اللي منجرية بعده الشخصية الأكثر حبا لدى الطائف السنية هو الرئيس سعد الحريري اليوم في حال كان الرئيس سعد الحريري بالانتخابات الأخيرة مين من النواب السنة اللي اليوم طلعوا ما كنا سنشوفه بالمجلس النيابي ما بقدر إليك هاك بس يمكن لو أنه يمكن لو أنه موجود بركة يمكن وضح صادق لأنه يعتقد كان على خلاف معه يمكن هاك سمع يمكن ما كان موجود لأنه يمكن ما كان رشحه ويمكن كمان لو كان ما كان رشحه بس لو كان نزل تغييره كان بيطلع مين وضح صادق بوجود رئيس سعد الحريري بوجود محدلة طيار المستقبل اللي عادة ما بياخد كل أسوأ مقاعد بيروت كنت لا يلي مش مرشح حساد الحريري ما بيطلع ما بعرف إذا كان بيطلع عبد الرحمن البزري كمان بصيدة وما بعرف بعكار مين كان بيطلع وما بعرف بيطار دارة طرابلس مين بيطلع إذا في عدد كبير من النواب السنة اللي نحن عم شوفهم اليوم كنا ما حنشوفهم أكيد في بين 8 و 12 و 1 كنت نقول أنت ما بتشوفهم في أمل يرجع رئيسات الحريري أنا برأي ما في أمل يرجع رئيس سعد الحريري وفي أمل يرجع بهاء الحريري بس سعد الحريري ما في أمل الحريري السياسي تكمل بس بغير أشخاص ولكن بهاء الحريري أنهى مشروع الأعلامي لم ينهي شو خاصت مشروع الأعلامي مش مربوط بالسياسي هل هذا يعني أنهى خارج مشروع الأعلامي أنهى ولكن مشروع السياسي يستمر وفي حال رجع بهاء الحريري هل بيقدر ياخد شعبية رئيسات الحريري كاملة بتعتمد على البرفورمانس طبع بهاء الحريري يعني نحن مع أول نرجع نشوف حريري سياسي بلبنان أكيد لأنه مشروع رفاق الحريري ويعني فينا نرجع نشوف قيادة سنية موحدة بتشبه قيادة رئيسات الحريري أنا برأيي لا القيادة سنية موحدة ما بتشوفي بتشوفي قيادات سنية موحدة وينتقل من قيادة سنية موحدة إلى قائد مختلف القيادات السنية بس بيبقى الأقوى مثل ما كان سعد الحريري بديك تشوفي كيف أي أزارف وأي أدرع جاي فيها نعم بريك ومنع رجع لكم بعد البريك رجعنا لك لهلأ كيف أجوي الحلقة برود أي سي قوي ما في شي زياجب أفضل بالعكس الصورة اللي بعدها صورة الوزير سليمان فرنجية والمرشح جهاد أزاور في حال اليوم أجريت الانتخابية النيابية مباشرة من الشعب مين بفوز ما بعرف بس بمرحلة كان سليمان فرنجية هو الأول رئيسيا يعني أنا من شي سنة عملنا استطلاعات للرأي العام بي أنه سليمان فرنجية هو الأول على الصحة الليبنانية كمرشح رئيسي لأنه الطائف السنية بتعطيه الطائف الشعية بتعطيه وعدد يعني جزء من المسيحيين بيعطو في حال بدنا نروح لهذا التفصيل جزء من المسيحيين بيعطو لهن المرادة أصوات المرادة بغير المرادة فيه كمان ولكن إليه إذا بدنا نروح للطائف الشعية رح ياخد أصوات كتير أكيد ولكن إذا بدنا نروح للطائف السنية يعني وشهة النظر تقول بأنه النواب السنة نعم في احتمال ينتخبه الوزير سليمان فرنجية لسببين لأنه حسب طاطعاتهم والبعض منهم اليوم مقرب كنواب من الرئيس بالرئيس ولكن الشعب نعم ولكن الشعب فيه اعتراض من الطائفة السنية على الوزير السليمان فرنجية البعض بيعتبره حزب الله وهنا عندهم مشكل لو بالسياسة رابق في تحالفات ولكن الأرضية عندها مشكل مع حزب الله السنية أغلبة وأيضا عندهم مشكل معه أنه بيعتبره سورة الهوى نعم إذن هولي الاثنين كيف من حمل ترشح سليمان فرنجية إلى الرئاسة ومن رشح سليمان فرنجية إلى الرئاسة بالمرة الماضية بانتخابات الـ 2016 كان الرئيس سعد الحريري ولكن اليوم الرئيس سعد الحريري هو منه بالسيحة يقول كلمة ويقدر يأثر على القاعدة السنية بس القاعدة السنية اليوم مقتنعة بأنه هي عن جد بدأ سليمان فرنجية أو قد تنتخب سليمان فرنجية بآخر استطلاع كان خلق ما عملت استطلاع مع ترشح جهد أزعور وبعتقد لازم سعر نعمل استطلاع أنا عارف الناس كيف بتفكر بالموضوع هل أنت مع أنه يكون انتخاب مباشرة عن الشعب لأنه بيصير في ديمقراطية عددية ومش ديمقراطية توافقية من خلق بقواعد اللعبة بلبنان بس الديمقراطية التوافقية مش هم بتوصل لنتيجة نبحث بسيغة متكاملة من روح العلمانية الكاملة بس ما بنعمل بس انتخاب الرئيس يعني رئيس مجلس نواب ينتخب من مجلس نواب الرئيس الوزراء يكلف بعض مشاورات نيابية ملزمة ومنروح على انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب في خوف اليوم أنه إذا في حال قوة معينة عم تقوى أكثر من قوة معينة وعدديا وشعبيا أنه فجأة يتحول النظام ويصير فيه سيطرة على بهذا الأسلوب اللي عم تحكي عنه ديمقراطية عدنية نعم نكون عم نلعب بصيغة لبنان وعم نقول لبعض الناس انتو مواتنين درجة تانية وهو ديكت مواتنين درجة أولى ونكون أمام إعادة نظر في الصيغة اللبنانية اللي نحنا ما منح ملح يعني اليوم ما في خوف من الشعية السياسية نحنا اليوم ما في خوف من الشعية السياسية طالما المسيحيين والسنة والدروز بكامل قوتهم وعند دي اللي بأملهم إياها قانون الانتخاب طبعا سنة 2017 قانون النسبي ولكن اليوم المسيحيين اختاروا من بدهم ويبدو أنهم مش رحيين ما شفاء أو غير قادرين على أنهم يمشوا فيهم أكيد المسيحيين اليوم بيرفضوا رفض قاطع الأحزاب المسيحية بيرفضوا المرشح السلامي الفرنجي هل معقول نشهد انسحاب المرشح السلامي الفرنجي من اللعبة الانتخابية قريبا لن ينصحب السلامي الفرنجي من اللعبة الانتخابية وسيستمر وهذا سيكون بالإضافة إلى ترشيح جهاد أزعور سبب إلى فراغ طويل ومديد هل معصود الفراغ؟ من الممكن أن يكون مقصود من بعض القوام ومن الممكن أن يؤدي هذا الفراغ إلى تغيير صيغة لبنان متأتلك أول حل مين بهموا اليوم وأن يكون في فراغ يلي ما بدون هالصيغة تستمر يلي كان عم يعمل جلسات حكومة الشرعية بشيط الفراغ الرئاسي لا مش بالضرورة ولكن يمكن يكون فيه مصلحة لدى بعض الأطراف وخصوصا لدى السنائية الشيعية أنه تطول هذه الفترة لكي يفرد حل ما على قياس الشيعية السياسية إذا بدك تسمعها وبتصير ما بعرف إذا توازنات خارجية بالملف اللبناني حتى لو كانت النتيجة أنه يقدر قوة الثنائية في لبنان وسيطرة الثنائية على لبنان الخارج مش رح يتذكر للأصف للأصف الغرب والشرق بيستغربوا للمسيحية بعضهم بالسلطة وهنا الأقل عددا في لبنان ولكن نحن نعرف أنه الشارع المسيحي كان فيه عنده دعم من الغرب ما عنده دعم من الغرب هو وما بحياته كان عنده دعم من الغرب بعز الحرب اللي عصفت فينا من الخمسة وسبعين لتسعين كانت كل الأحزاب اليسارية وحلفاء يطلقوا سلاح من روسيا ومن سوريا ومن ليبيا ومن دول عدم الانحياز ومن مصر ومن ليبيا وإلى آخره الأحزاب المسيحية ما طلقوا يتضرب رصاص بلاش دفعوا حقه كله يعني تقول أنه اليوم الشعية السياسية هي الأقوى وفي حال تراجع القوى المسيحية ما حدا باله رح يتركون يتراجعوا عادة يحو الموقف الفرنسي هل هو داعم للقوى المسيحية هناك شبه طلاق بين المسيحيين وفرنسا من وراء المواقف الفرنسيوية أخيرة وأرسل كيزورسي أرسلوا سفيرة لبنان سفيرة فرنسا في لبنان إلى البطراكي المروني لتطمئن لتطمئن البطراك إلى مواقف فرنسا غير المعادلة المسيحيين وعلى هالأساس تم الدعوة البطراك الراعي ماذا سامع البطراك الراعي من فرنسا سامع تهديد واضح أنه تهديد أنه إذا ما انتخبته رئيس نحن رح نتركه ومش رح نهتم فيه وما فرقاني معنا بقى أنتو رحوا ألعو شوقكم بإيدكم مين الرئيس يعني بدون سلامين فرنجي بدون رئيس هني بيقولوا بدون رئيس بس هني بكل المفاصل عم بيفرجونا أنه من يريدون هو سلامين فرنجي يريدون تسوية مع إيران يعني ما تقول يعني اللي عم بتقوله هلأ قريب لأنه عاكمك عم تقول فيه دعم خارجي ودولي لحزب الله ولكن اللي شفتنا نحن بـ 17-20 واللي عم نشوفه أيضا من الضغوطات الدولية ما بيفرجوه ما فيه دعم خارجي لحزب الله فيه دعم فرنساوي للصناء الشيعي وبيكفي ما بيكفي منشان هيك ما صار فيه رئيسه نعم غير كافي فرنسا عايزة اتفاق اقتصادي مع إيران نعم الصورة اللي بعد ويقامها بفرسة سعيد طلال إرسلين هذه معلوف محفظ الألقاب نعم مين منهم ظلموا قانون الانتخابات الحالي من أكثر من ظلموا أكثر من ظلموا قانون الانتخابات الحالي هو فارس سعيد إذا بدك يلي صار ما بيقدر يطلع إلا ما بيقى اتفاق مع قوة محلية كبرى نعم يعني ما بيقدر يربح إلا إذا كان متحالف يا مع القوات يا مع الطيار يعني فينا نقول أنه الدكتور فرسة سعيد ما بقى رح يقدر يفوت على المجلسة نيابي إذا ما قدر ينسوش تحالف إذا ما شفت فارس سعيد متحالف مع الطيار الوطن الهر نعم ما رح فيه لبنان كل شيء بيصير ممكن بالسياسة كل شيء بيقلب ونفس الشيء يعني بالنسبة له يمكن إذا ما تحالف مع القوات كمان ما بيقدر يطلع بده يتحالف مع حزب كبير طلع الإرسلين لا ما ظلموا هذا الأنون ظلمتوا ما كانتوا الانتخابي وانا كنت واضح لأنه من أول رص سنة وقلت على الجديد وقلت على الأو تي في وقلت على الأم تي في أنه طلع الإرسلين وعلى الأل بي سي طلع الإرسلين فعليه خطر ورح يسقط وكنت واضح أنه مارك دا ورح يطلع مارك دا ومنجم معه في شام حديد ورح يطلع نيب على رص سنة واضحة ويقام وهاب ظلمتوا ما كانت الحزب تقدم الاشتراكة اللي عرفت قصة من الأصوات وجابت أصوات من قليم الخرب ومنشوفه وعطيه إياهن لمروان أحمادة وعرفوا يعملوا الحسابات بشكل دقيق هذه معلوف يعني ما ظلموا الأنون طيار الوطن الهر ما قدروا يعطيه أصوات عطاه كثير أصوات ولكن ما كانت القوات وقدرة القوات ودعاية القوات وحجم القوات كان كبار منه وكان مرشحهم الرئيسي ملحة مرياشة قدروا يلعبوا يعني طب من استفاد من هيدا القانون من أكثر من استفاد وليد جمبلات لا وليد جمبلات بالعكس كان بفيدوا أينون الستين ولكن استفاد لأنه عنده خارج المجلس النية بطلال إرسلين وقاموها لا لا اللي استفاد من هيدا الأينون أكتر شيء هن القوات اللبنانية والتيار الوطن الحر اللي رجعوا هايمنوا على المجلس النية والكتائب استفادت الصورة اللي بعدها أي حالة شعبية ونيابية ستكون أكبر التيار الوطن الحر حريف لحزب الله أو التيار الوطن الحر خصم لحزب الله بس هون بس تعطي يعني تفصل السؤال في حال كانوا هنه مش حلفاء إذن شعبية التيار الوطن الحر رح تكبر وهي رح تخسر النواب اللي عطاهن ياهن حزب الله ولكن رح تربح يمكن بي مناطق أخرى كانت في ورد أنه تجيب فيها أكثر من نايب هذه نظرية وفي نظرية بتقول أنه بتخسر النواب اللي راحوا وهي غير قادرة على أنه تجيب محلن كيف تحليلك أنا كنتعلم دعاية سياسية كنت تقول من هو القائد قالوا القائد هو القائد هو الزعيم اللي بيغير مواقفه 180 درجة وما بتتغير شعبيته العماد مشالعون طلع على بلودان طلع على سوريا بال2008 بال2009 عام الانتخابات ما خسر مقعد نيابي ما تغيرت شعبيته بس ما على الوقت صار تتغير شعبيته طير الوطن الحر ما بقى بيقدر يكون حليف حسب الله لأنه هيدا عم تتآكل شعبيته فيها هاي التحالف مع حزب الله عم بيخلي شعبيته تتآكل يوم بعد يوم كل ما بتعد عن حزب الله كل ما يحصن قواعده الشعبية المسيحية وكل ما بيرجع بيكسبها بغير مطرح ولكن هاي بحاجة لتراكم يعني مش بكرة اذا تخنق مع حزب الله بعد بكرة ما عنده نايب نعم هاي دي قمتين بتطلع الحلقة مفروض بكرة بعد بكرة ما بعرف الاربعة 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 بيكون صار في حدس رح تتذكري انا شو قلتلك الاربعة بكرة في حدس رح بتفرجي انه تيار وطن الحر عم يبني شعبيته بس بطرق اخرى ما بقدر افسح عنه هلا بكرة بتسمعي يعني بتكون طلعت الحلقة بيكون هيدا الحدس صار نعم مع الوقت اذا استمر تيار وطن الحر بالابتعاد مع حزب الله سيوضله شعبيا هيدا الشيء اكتر من اي عملية اي عملية تراكم للشعبي نعم وهل تعتقد ان الخطأ اللي صار بانه قلت شعبية التيار وطن الحر من وراء التحالف هو انه التيار وطن الحر تأخر بانه ياخد خطوة فك عن حزب الله يعني فك التفاهم مش فك على القطعة هو كل ما كان متحالف مع حزب الله كل ما كانت شعبيته عم تتأكل وعم تستفيد مننا القوات اللبنية استفيد مننا بالدعاية ضد التيار وطن الحر وما كانت المكانة الاعلامية طبع القوات اللبنانية كتير قوية لدرجة انه اظهرت قدرت تظهر عورات التحالف بين التيار وطن الحر وحزب الله بالمقابل المكانة الاعلامية طبعها التيار وطن الحر ما كانت قادرة تعمل نفس الشيء فمن هوني انا برأي استفيد التيار وطن الحر شعبيا بالابتعاد عن حزب الله بالرغم من انه التباعد هو السياسية لدى الطرفين واجعل صالح شعبي طبعا صالح شعبي الصورة اللي بعدها كم صوت من اصوات النواب يملك رياض سلامي في حال قرر احدهم ترشيحه لرئاسة الجمهورية بالفترة الاخيرة اصبح الهجوم على رياض سلامي من نوع المزايدة بالسياسة على الطريقة اللبنانية بس يكون واحد ناجح وقوي وابضاي الكل بيركدوا اللي عنده ببيضوا وجون معه نعم ووقت واحد يخسر بمطرح ويبطل عنده عضلات كتير قوية كلهم بيرجموا رياض سلامي ما بياخد اصوات النواب ولكن بياخد اصوات المسؤولين الكبار اللي عندهم النواب لانه يملك ملفات تكفي لاغراق الجميع فانا برأيي بياخد ورقة بيضة رياض سلامي ما حدا بيسترجي هاجمه ولا حدا بيسترجي يوقف ضده ولا حدا بيسترجي يوقف معه طيب لو هيدا الانتخابات صارت من شهر او شهرين كمان عما كانوا النواب صوتوا لرياض سلامي حسب وضع رياض سلامي شو كان وبأي ظرف كان رياض سلامي وكيف كان وضعية رياض سلامي بالنسبة للمصالح يلي بتجمع النواب رياض سلامي حالة عمره 30 سنة اجا من ضمن سلسل التعيينات ادارية متكاملة مع 72 موظف رسمة كنت عم بقرأ هديك اليوم السفير بال92 سنة اللي تعين فيها رياض سلامي كيف جاي البوكاة طبعا التعيينات يلي من ضمن رياض سلامي كان نجم هذه التعيينات بوقت كانوا حطينه ملك لرياض سلامي واستمر هيدا الشي لسنة 2019 ولكن ماذا فعلت ايدي السياسيين خلال كل هيدا الاعوام لا رياض سلامي فتح اوتوسترادات ولا رياض سلامي عمل صفقات ولا رياض سلامي عمل شي بيقلولك رياض سلامي سارق 300 مليون دولار وناس بيقلولك انه ما شفتوا 300 مليون ما شفتوا هديك كل الناس لازم تتحسبوا كل الناس سواسية كل الناس سواسية بنظرة لازم تكون سواسية ونبدأ بالمسؤول المسؤولين الاوائل عن هذه الملفات اللي هنمين كل المسؤولين اللي كانوا بالسلطة ولكن البعض يقول رياض سلامي قد يكون اول من يسلم الاسرار ويقول مين اللي كان عم يشتغل ومين اللي كان وانا برأيي لازم رياض سلامي يسلم الاسرار ويفضح كل شي ولازم لجنة تقصي حقائق ولازم الفارس عند مرسال ترجع تجي تعمل أودت نعم ماذا بعد رياض سلامي اليوم هيدا سؤال الليبنانيين شميعا فراغ اذا ما استلم وسيم منصورة بشكل جد اللي هم ما بدوا تعيين ليستلم القانون يسلم ولكن يبدو انه رح يستلم انا انا حكيت من وقت طويل انه يعد لعدة الزلمة للاستلام ويجب ان يستلم كي لا يبقى هذا المنصب فارغ لانه في حال شغور هذا المنصب ويل وعظائم الامور بدأت حل فيه بالفترة الاخيرة كان عم ينحكى شوي انه فيه مخطط بلبنان معقول يكون انه تفريغ لبنان من الاجهزة الامنية ومن القضاء وفراغ رئاسة وغيره اليوم نحن بعدنا بهيد الحالة تفريغ لبنان من الاجهزة الرسمية مستحيل لانه الغرب والعرب بحاجة الى الاجهزة الامنية بتعرف شو بيصير العالم كله بيصبح ببحر من الكابتاجون ساعته نعم وبيصبح ببحر من الارهابيين وبحر من الليجنين اذا تطمئن أنا أطمئن انه ستبقى العصى تمول من الخارج وقضائيا قضائيا هون المشكلة وإداريا نحن معرضين لشطة اشكال وانواع الفراغات التي قد تؤدي الى انهيار الادارة العام بختام الحلقة في شي سؤال بدك تغير الجواب عليه أنا بدأ اشكرك لانه محقلتي ولا بأس نعم مصارفي ولا بأس مصارفي ولا بأس لانه يعني مع انه أسئلتك حرجة ولكن يعني يلي يلي أنا بفتخر انه بتحلى فيه انه كلمة الحق والمصدائية بقدر أولى نعم اذا راضي عن كل أجوبتك انا راضي عن أجوبتك وراضي عن أسئلتك شكرا كتير لك بدأ اتشكرك على صراحتك وعلى ورودك معنا اليوم بالحلقة شكرا لك مشاهدينا الى اللقاء بالحلقة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة